موسيقى الرجال الذين يصفرون على النساء في الشرق يزعجني ذلك يزعجك؟ يعني لا اعتبر انه اشي لا يزعجني ولا تزعج كتاصطراف أنا كتعمل عميزي كتاصطراف ليس تصفير هم كانوا يصفروا بركة والله نقولوا أما هم ساعة ساعة مع تكلام ما يجيش راه وعيد في عالم بيكونوا بعمرك بعضنا بيعون هالشي يهدر بالأخلام اكيد يزعجني يعني الاسف اغلبية مش مندرين انه كان مرضي تهش في روحك واترضهش في غيرك اكيد يزعجني لا يزعجني ذلك لا يزعجني ذلك كان مصبا لي معا هو انسان حر غيره يتزاوج الحدود دياله لان هذاك اصلا تزاوج الحدود دياله لكن حدود دياله يستفادك شدك ساعة غني يزعج واندخل جاءنا لان بحال مثلا نذوك الرجال ما كيرضاوش هذا الامور البنت دياله او الزوجة دياله او الاخت دياله لانعليش هو غا يتعدى حرمة واحدة اخرى مرش في رجال أقل الله ها الا يزعج هالذي جاء الذين يغزيروا النساء في الشارع لانه مزعج لانه ما حدوده الشيء يكون نظر المرات يتبه وانا لانه كانت أقل الله هو اللي فيه هالذي شيء حيث ان ترى اللي أو جانتك معنى الان يتجاد لك يشوفه كله كي يحس بيك وجديز هل موضوع بيزعجني؟ سئيل سئيل هو يعني حتى كلب ما بيصفر لكلبة تخيل للدرج بعويله بقيت تريز وقفو هل الحركات يعني صرنا بـ 2017 ما ما فينا نكمل إيك لا ألا كانت عجباته ولا شي لأيبه ومشد وقلت زموينة أنا بعدما ما يزعجوني ذلك باثراتا علاش عجباته جاتوا زموينة يقول لأنا جيت هنا زموينة وعادي غير هي حاجة وحدة إلا كانت هي زموينة وقت سأل ماشي إلا قلت لأشي واحد زموينة ما لابس حويش لا علاقة ولا ما بينش في زموين لأ قلت لأزموينة يقول لي رأك تحرش شي بي وواحد عنده طموبيل لك شي قلت لي رأك قلت لأشي زموينة قلت لأتحك لي عادي إنسان عجباته وحدة قلت لأزمقارك زموينة عادي كيع الصب نيوكي في قاسني مكراش نجمعهم كيامي في ماصر حرقهم ينبغي أن يكون الحجاب اختياري شخصي ملزما ممنوعا اختيارا شخصيا ملزما ملزما هو لازم يعني بس نفس الوقت يعني اختيار يعني شخص هو اختيار شخصي بس برضو يقر دينيا دينيا ملزما من حين شعب يعني مسلم وصني نفس الوقت لأشيادة يقر ملزما أبو الحجاب فريضة ونحن ملزمين باش أننا نديروه قلنا الديمقراطية في البلاد بالتالي اختيار شخصي يجب أن يكون الحجاب اختيار شخصي وفيه قليم الإلزام من طرف العائلة بلاي كتير بناتو تلات تبعون أصحاضي لابسين الحجاب مش عن أناعا لابسين الحجاب بس لأنه بايهم ستون أو جدون أو أمهم بدون يهن يلبسوا حجاب لأنه هو بارت من دينهم ماناً سي تريد ماتر ميلو صحيح ما كشت مسخير فو بانت مسخروف هذا العفايز دونك سوى نديروه بيان سوى ما نديروه بدأك المفهوم ديال أنه هو ستيل يعني بنتكتدير مثلا الحجاب ومخرج الزغب مثلا إلا كان الحجاب يكون حجاب كما نعرفه حنايا وتكون على القناة أما إلا كان ستيل لأنك بلايش كل واحد يعمل شي يحب في بدنو يعمل شي يحب شنو في حوائي يجو أما نوالي كونتخ وقت لي هوم يوالي ويكارولي ولا هوم يحب يوالي ودي دونور دو لسان وقتا نتقالق أظن أن المثلية الجنسية جدا مزعجة نعم أو لا نعم 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 هي صارت مص بكرمة المجتمع ومرضة تحسها يعني دجاء انحيطت حتى في التفكير هي عبارة أنك أنت معناها تغير في خلق ربي أنا كنت تزعجني هلأ صارت عادة أنا ما بتزعجي أبدا ما بيعني الموضوع بالعكس تشوفه عادة كل واحد حر بصورت أصحاب معهم يعني بعتقد أنه هي حرية شخصية صارت هي قرار بيأخذوا كل إنسان رغم أنه ضد هذه الخبرية دينيا أنه الله خلقنا زكر وأنسا موجودين في العالم الكل حتى في الجاهلية موجودة بعنا اللي واط أما زادة إنك تعمل منها بها رجوك الله والدستر هو تقوينها زادة بصراح هذا ماجيش خلينا سيدة ما موجودة العباد هاذ موجودين بتبعية تعيش أستر ربي لا يوجد مشكلة لا يوجد مشكلة ولكن إذا كنت موجودة أو لا دعوك الله لا يوجد موجودة لا يوجد موجودة لأنه كنت موجودة ستوقف الإنجاب أو لا توقف الإنجاب إذن هذا الموجودة ستوقف العجلة في العالم كله أكيد طبعا نعم هو شيء مقرف إنه مقرفة إنه مقرفة إنه مقرفة ولكن أيضا إنه مقرفة لا يوجد مشكلة لا كل واحد حر في حياته كل واحد حر في اللي يعمل فيه أبدا أصلا هو الموضيع هذه في حال ذاته معناها كل واحد حر فيه هل تشارك هذا الرأي يساهم قدوم المهاجرين في الرواج الثقافي؟ طبعا أكيد موافق طبعا بيجيبوا ثقافات من بره بيدخلوها للبلد بيعملوا تطور أفكار من بره لأننا مدام إحنا غانتعرفوا على التقالي ديالهم إلا وهو ما غير يرجع لبلاد دياله إلا أبسط مثال عنده تذكار عنده تذكار هذا التذكار ممكن أنه يعرف بالثقافة ديالنا خارج بلدان أخرى إذن أسام قدوم المهاجرين في الرواج الثقافي نعم بنسبة كبيرة ما نشوف شي ما شايفينه من قبل نتعلم كولتشر مش مش معرفين عليه من قبل مواحد البلاد اللي عنده الكفاءة واللي عنده واحد القيمة مضافة لمجتمع ديالنا فم أحبابي حتى مثلا إلا قدرنا أننا نجيبوا واحد الناس اللي كانوا يعيشوا في حروبه هدا محبابيهم أما أكواندشان كيكونوا فما موش تختان كريتير أما إني لواء للمهاجرين هيدو ما بش إنها تحقق الحياة الرافيها للنسي كل مانتها لسكين الدولة هدية والمهاجرين غير موافق في شمهاجرين بجانب غير موافق أنا كمان أصلاً فيش عنا إشياء ثقافية عشان بجانب ماشي قاعد مهاجرين كيجيبوا بش يعطيوا التقافة ديال مكان مهاجر غير دايز من المغرب كما قلوا بش يوصل لوحد الحياة تخرى في أوروبا ما تعلاني صورتوا مهاجرين ديال جنوب الصحراء هل أنت تشوفي فإنا لو جانا ناس من بلدان أخرى وعاشوا هانا هي استقروا في ليبيا هل هذا يعتبر رواج ثقافي هل هتزيد من ثقافة في بلادنا لا حيكون في اختلاف لا بس توا لا أكيداً موش يجيوا مهاجرين بش يغليوا اللي عبيد اللي تعيش في تونس ولا يجيوا مهاجرين بش يبدلوا المنطقة قانون للسوكين بيدهم هذا اللي يقلقني شوي أما المهاجرين يصيهموا في الواجتقافي للأسف نحنا ما عم نتطلع بها الزاوية شايفين أنه المهاجرين يمكن عم بيكونوا عبق أحد عينها